التخوفة من تكرار سيناريو التسريبات لمواضيع شهادة البكالوريا مثل ما حدث خلال الأعوام الماضية مرت بردا وسلاما هذه السنة إلا أنها شهدت في المقابل تجاوزات متعددة راح ضحيتها العذيذ من الأساتذة الحراس بداية بالإعدداءات اللفظية وصولا إلى الجسدية منها والحمد لله أنه لا توجد فيها تسريبات وحتى الإجراءات الجديدة في الانضباط أعطت ثمارها في الانضباط في المؤسسات غير أنه الملاحظة في خاصة اليومين الأخيرين كثرت الاعتداءات على المؤطرين تعرضوا إلى اعتداءات بلفظية وصلت حتى إلى التعدع الجسدي لنندد بهذا التصرف السير الحسن لشهادة الباكولوريا من خلال الإجراءات المتخذة فضلا عن المواضيع التي كانت في متناول الجميع وضعية جعلت الشركاء الاجتماعيين يرحبون بعمق للوضعية المسجلة خلال دورة جوان 2018 نحن في تقديرنا أن المعظم الأسئلة في متناول متوسط التلميذ كل من بذل مجهودا كل من قام بعمل جد وجاد خلال السنة الدراسية يمكن له أن يحصل على شهادة الباكولوريا ارتياح لم يقتصر على نقابات التربية بل تقسمته معهم جمعية أولياء التلميذ خاصة بعد النجاح من الناحية التنظيمية الأجواء والامتحانات نحن شفنا على المستوى الوطن كانوا التقارير اللي حقونا يعني يوميا عبر الفاكس تعنا وين كان يعني ارتياح كامل وهذا الشيء لحنا كجمعية وطنية الأولياء التلميذ منذ سنين نسعى عليه إجماع يؤكد على المجهودات المبذولة من قبل الوزارة وشراكائها الاجتماعيين لإنجاح الحدث في انتظار تضافر المجهودات للقضاء على جميع المظاهر السلبية التي قد تشكل تحديا لهذا الامتحان المصيري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر